أهلا وسهلا بكم مجددا نعرف كثير من عاني وبعاني البعض من قلة التركيز والتشتت ليش اليوم هاي المشكلة أصبحت مشكلة عالمنا المعاصر وصار الكل يحس بهذا الاشي هاي الحالة بتأثر على الأداء الأكاديمي والمهني وتعيق الشخص من تحقيق أهدافه بفعالية يعود هذا التشتت إلى عوامل متعددة منها استخدام التكنولوجيا المفرط وأضغوط النفسية القلق وقلة النوم مما يؤدي إلى تراجع القدرة على التركيز وفقدان الانتباه في المهام اليومية إن فهم أسباب التشتت وكيفية التعامل معه يعتبر أمر مبالغ فيه ومبالغ بالأهمية حتى نحافظ على صحتنا العقلية وتحقيق النجاح الشخصي والمهني العزيزة الأستاذة نادية الجودة رح تكون معنا لتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع وهي خصائية نفسية تربوية وأيضا مستشار تدريب وتنمية أهلا وسهلا فيك ستناديا أهلا فيك أهلا وسهلا فيك وصباح الخير يعني موضوع اليوم كهير مهم تشتت وعدم التركيز بس بالبداية حابين نحكي قبل أن ندخل بتفاصيله ماذا يعني بتشتت وعدم التركيز يعني تشتت شيء وعدم التركيز شيء نتحدث عنهم وتفاصيله نعم هلأ هو معنات التشتت وعدم التركيز بمعنى واحد هو عدم القدرة على التركيز والانتباه لإنهاء مهمة واحدة بدون تشتت ومع وجود صعوبة في التفكير بوضوح وبهدوء يعني وبصفاء وهذه هلأ صارت كثير منتشر بزمنا كانت زمان بس للناس الكبار هلأ صارت كل الفئات سواء كانوا صغار مراهقين الكبار الكل يعاني من هذه المشكلة وصارت ملحوظة بشكل كبير في هذا الزمن هل التكنولوجيا دور كبير بهذا التشتت كبار صغار بنشوف بكل أنواع الوظائف اللي نحن فيها بتلاقي فيه تشتت حتى مرات لوحد بمدير يدرس لاقي قاعده تشتت يعني كاتية أنت حطيتي أصبعك على الوجع لأننا حتى نعاني منه صراحة نعم هلأ التكنولوجيا لها دور كبير لأنه هي شيء بين إيدينا نحن نستخدمه من أول ما نصحى من النوم يعني نحن نكون نحطين الموبايل عشان ينبه منبه بس بالحقيقة نحن أول ما نصحى نمسك الموبايل وندخل على الفيسبوك أو على السوشال ميديا هذا الإشي بيكون لسه الدماغ لسه ما تنبه فمنصدمه بكم من الأخبار الصور الأحداث المعلومات بتتخزن بطريقة غير جيدة أو بطريقة عشوائية هذا بيؤدي إلى التشتت لأنه إحنا صدمنا المخ ما رتبها يعني لسه ما تنبه تيرتبها وننظمها هذه أحد الأسباب الكثير مهمة أما السبب الثاني والكثير مهم هو أنه إحنا تبرمجنا بدون ما نحس أنه نركز لدقيقة وحدة بسبب الريلز والشورتز نظلنا نشوف بس لدقيقة وحدة حتى وإحنا بنشوف الريلز اللي مدته دقيقة وحدة بنكون منفرق بدنا ننقل على اللي بعديها أو بنصير نقرأ القوميتات اللي تحت لأنه إحنا خلص برمجنا إنه بس لدقيقة بدنا المعلومة فهذا الإشي عملنا برضو تشتت صدمنا دماغنا بكم معلومات كبيرة مختلفة عمل شوية خلل بالمنطقة المسؤولة عن معالجة هذه المعلومات وتنظيمها وتخزينها هذه يعني هذه جدا يعني مشكلة عويصة إنه إحنا تبرمجنا بس إنه نركز لمدة دقيقة لما من يجي بدنا نقرأ كتاب بدنا نقرأ مقالة بدنا نقرأ بوص طويل شوية ما منقدر حتى لو كان إشي مهم بتفرفت روحنا صحيح؟ بتفرفت روحنا لأنه إحنا تبرمجنا فلهيك يعني كتير ضروري أنه ننتبه لهذا الموضوع ونبلش نراجع حالنا ونرجع انتباهنا وتركيز ده لمعدله العادي هلأ زمان كان يعني مدى التركيز دقيقتين وشوي بعد 2013 صار 8 ثواني فقط اللي هو يعني أقل من تركيز السمكة مش بقولوا ذاكرة السمكة تسعة ذاكرة السمكة إحنا صرنا تمانية يعني شيء كثير خطير معنى الكلام أنه أنا لا أقدر أركز بحل مشكلة لا رح أقدر أقرأ كتاب لا رح أقدر أصلي حتى الصلاة الركعة يعني منعاني تاني نقدر أنه إحنا نركز ونخشع في هذه فصراحة مشكلة عويصة ستنادي هذه المشاكل كثيرة ومسبباتها كثيرة لكن اليوم نحكي عن إدارة الوقت في يومنا وفي حياتنا كثير مهم اليوم من النوم من حتى الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعية والإنترنت أو بأي شيء كان كم مهم اليوم إدارة الوقت في حياتنا وننظم وقتنا تحديدا لكي يكون هناك تركيز أكثر لأننا اليوم نرى النوم غلط الأكل غلط الرياضة غلط يعني نرى كثير من تصرفات يومية سلوكية اعتيادية بل لنتعود عليها بطريقة خاطئة صحيح الآن كثير مهم أنه ننظم ونضع جدول يعني أنه ليس نظل الأمور السائبة ومعددين مهام ومأجلين مهام كثير لما ننظم إحنا هيك جدولنا بتصير مخنا متنظم بصير في عنا يعني جدول وخطة إحنا ماشيين عليها فبيباليش تركيزنا يكون أفضل خاصة على السوشال ميديا إنه ليس لازم تطول الوقت 24 ساعة إحنا الموبايلات بإيدنا وإحنا يعني مشتتنا كل شوي نوتيفيكيشن بيجينا خبر حدا بوست نزل إشي فإحنا طول الوقت متشتتين فكثير مهم اللي هلأ بيحكوا عنه الصيام المتقطع للسوشال ميديا إنه إحنا نحدد إنه وقت معين للسوشال ميديا نبلش النام بكير لأنه النوم بكير كثير مهم للتركيز والتشتت لأنه يا رعد اللي فهمتم من الإيماءة تبعت كاتيا إنه أنت ما بتنام منيح أنا عتسى بكل نين أنا رح أقولك أنا عالى شربة أو ليش مثلا بيكون في إيش صار بالحلقة فبعتوا لي فما بشوف للصبح فبظلوا يقولي أنت دائما نايمة بكير ما بتشوف شو اللي أشعب بصير يعني أبديت أو تطورات بالحلقة فبظلهم دائما يعلقوا علي فقديش هوا شفتوا أنا هلأ رح أقوله يا كاتيا هلأ أنا رح أقوله إنه النوم بكير أول إشي الدماغ بنظم الملفات وبخزنها بطريقة منظمة وإحنا نايمين ثاني إشي وإحنا نايمين الدماغ بنظف نفسه من السموم اللي ممكن نكون يعني دخلت لجزمنا وكثير بتفوت سموم نعم كثير سموم من كل مكان طبع أما النقطة التالتة فبالليل إذا من بكير بفرز هرمون الملوتونيان ولا هو هرمون النمو فهيك إحنا معناتهم مش رح نعجز ولا رح نكبر بالعمر نظلنا شباب أنا وكاتيا بس لحل أما اللي بيصهروا الله يعينهم فالنوم كثير مهم للتركيز وتنظيم جدولنا وأولوياتنا بقداش القلاق والحالة النفسية للشخص متأثر يعني التوتر القلاق هو موجود بحياتنا ونحن ما بنقدر نكون بمعزل عن هذا الأمر بس بأثر علينا شكل كثير كبير خلينا مشتتين مش مركزين مش عارفين ايش بدنا نعمل ومن وين نبلش فهذا كداش بأثر مية بالمية هلا برضو من الأسباب اللي بتخلي الواحد كثير أنه ما يكون مركز ومتشتت هو القلاق التوتر الاسترس التفكير الزائد الخوف كل هاي المشاعر لأنه طالما احنا عنا هاي المشاعر فجسم نعم بيفرز هرمونات التوتر والكورتيزول معناته بيصير ما في بلانس بموضوع هرموناتنا هذا بيخلينا ما نركز ويكون معنا يعني متشتتين لأنه مخنا مشغول بخاوفنا وبمشاعرنا فبيقلل من تفكيرنا طيب يعني اليوم في ناس تقول لك ممكن أن أفحص الفيتامينات ممكن أن ننظم وقتي إلى آخر لكن اليوم الحالة العامة كيف ممكن نعالجها بطريقة أنه أنا اليوم أقدر أعرف أنه عندي تشطط وعندي عدم تركيز في كثير من الأمور كيف أقدر أعالج حالي وكيف أقدر أشخص بالبداية مية بالمية هلأ كيف أقدر أشخص ببلش أشوف حالي أني أنا بنسى أشياء كثير مهمة ببلش أحط يعني بنسى يعني الأشياء أنا وين بحطها أو أشياء كثير قريبة نسيتها يعني إشي صار مبارح أو إشي تقول لك مثلا نشوت غديت مبارح بقول لك ما بعرف سأتذكر يعني ننسى مواعيد كثير مهمة هذا الإشي يعني بنصير إحنا نلاحظه حالنا بصير معطل حياتنا اليومية مبطل قادرين ناخد قرار سليم مشتتين مش قادرين نركز هذا الإشي بلزم أنه فعليا نبلش إحنا نوعى إنه في عندنا مشكلة وبنبلش نعالجها أول إشي بدأ أبلش فيه من اللي بإيدي من الموبايل بنبلش ننظم وقتنا بحيث إنه ما نضلنا 24 ساعة على السوشيال ميديا وبلص إنه بدأ نبلش يعني نشوف الفيديو كامل للآخر ومش بس الدقيقة لأ بدأ أقرأ البوست كامل بدأ أشوف فيديو كامل يعني بدأ أبلش أصبر على المعلومة تتوصلي ما بدي معلومة سطحية يعني ما ترسخ أتعمق نعم بدأ نتعمق وندرج بالمعلومة ونبلش نقرأ القراءة ونبعد المشتتات القراءة كثير بتحسن التركيز بتزود المفردات اللغوية بتخلي الإنسان يحس بالإنجاز كثير مفيدة القراءة على كل النواحي أما الإشي الثاني الرياضة لأن الرياضة بيفرز هرمون الإندورفن المسؤول عن الشعور بالسعادة وعدم الشعور بالألم فبصير فيه بالانس بهرموناتنا فكثير مهم كمان من الأشياء نناكل أشياء صحية نركز على الجوز على الفواكه والخضروات شرب الماء شرب الماء شيء جدا مهم لأنه لما نشرب ماء بالنسب والكميات المعقولة مش زيادة ولا نقصان بتزيد حجم الدم فبالتالي بيوصل الغذاء والأكسجين لدماغنا فبصير تركيزنا أكيد أقوى وأفضل يعني كل شكر لك أستاذ نادية جودة على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات يعني بدنا ننتبه على حالنا ونتبه على صحتنا وعلى غذائنا كما تحدثت الأستاذ نادية كل هذه الأمور مهمة جدا ونعرف نقضي وقت طويل على الطرقات عشان نظلنا مركزين اقرأوا النمر السيارات القدامك وردوا رجعوها وعيدوها حتى تحفظوها هيك بزيد أيضا من نسبة التركيز على الطرقات تخرى تفضل